عملية مشتركة تم تطبيقها من قبل عناصر المجموعة الإقليمية للدركة الوطنية وأمن وليد مستغانم استهدفت الغبات والشواطئ ومدهمة أوكار الجريمة كللة بتوقيف ستة أشخاص بحوزتهم اسلحة بيضاء محضورة إدفتنا إلى كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنوع والأحجام ومع حجز ثلاثة صفائح من الكيف المعالج ومبلغ ملي مزور من العملة الوطنية والأجنبية كما تم استرجاع أربعة مركبات سياحية تستعمل لنقل المحجوزات والاعتداء على المواطنين التغطية لأنيس بن حالة تصفرت هذه العملية المشتركة لحد ساعة عن توقيف ستة أشخاص بحوزتهم حوالي ثلاثمائة غرام من الكيف معالج 22 صندوق وشروبات كحولية وأسلحة بيضاء مختلفة الحجم بالإضافة إلى أربع مركبات سياحية إضافة إلى مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية والتي قدرت بـ 350 أورو مزورة وبقيمة إجمالية لجميع المحجوزات قدرت بحوالي 370 ألف دينار جزائري هذه العملية ستستمر لفرض السكينة والطمأنينة لدى المواطن المصطف الذي يزور هذه المدينة تناسباً مع موسم الاستيار